لايك كي عاوني بزاف باش نستمر كيفاش نحدد الأهداف ديالي في المصار الدراسي هات السؤال جاني في الانستغرام ختاريت أنني نجاوب عليه في هذا الفيديو وقبل ما نبدأ هاد الفيديو أي واحد عنده أولى باقي علمي عنده سيزيام علمي أو لا باقي حر علمي كان نصحه يشتري هاد الكورس هادا اللي غدي سهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها انقطات في الفروض وفي الجهوي غتانموا الفرصة في هاد العرض هادا غاي سهل عليكم المادة كاملة اللي بغاه يتواصل مع الرقم هادل الرقم هادا ولا الرابط اللي كينلتح أوكي خويا أنا جاوبت على السؤال ديالك كيفاش تحدد الأهداف ديالك في المصار الدراسي وهنا أنا عارف كدوي على كيفاش تحدد النقط اللي بغيتي تجيبهم وتفادى النقط اللي ما بغتيش تجيبهم الحواج اللي بغي توصل لهم في المصار الدراسي والحواج اللي بغي تفاداه أنا أعطيك ذك الشي بخلاصة جيب ورقة وستيلو وكتب الأهداف ديالك وما تكتبش غير الأهداف ديالك بإيجابية كتب حتى الحواج اللي بغي تفادهم وما تطيحش فيهم هاد الجوج غاد يحركوك حي تجوج حواج اللي تيحركو الإنسان باش تكون عنده واحد الرغبة ولا واحد المعنى ولا واحد الهدف جوج حواج يا إما الحب يا إما الخوف وهتجوج حواج كيعاونه باش أنك توصل للهدف ولا الأهداف ديالك وتحددهم وباش تتراسم زيان هادشي أنا أعطيك فورميلة زوينة هتحط بزاف ديال المواد يعني جميع المواد هتحط النقاط اللي ما كتمناش تجيبها وغتحط النقاط اللي ما كرهتيش تجيبها بغي تجيبها قدام كل مادة فهد القادية هدي غدي تخليك تحدد شنو انت بغي بالضبط كل حاجة كتتدون كتتحفر في الدماغ ديالك وكتزيد ديطاييها كتر طونك جيب ورقة وستيلو وكتب هاتشي اللي كتليك كتب المواد كاملة كتب النقاط اللي ما بغيش تجيبها فيها كاملة والنقاط اللي بغي تجيبها فيها كاملة وتأمل فيها غيبان لك شنو الأهداف اللي بغي توصل لها هاد العام في المواد ديالك شكرا للناس اللي كيعجبوهم هات الشيادة اللي كندير ما غديش نوقف وهنبقديمة معكم أي واحد بغي يسول شي سؤال يدخل عندي لانستغرام وانا كل مرة رامبقان هز السؤال ونجاوب عليه في شي فيديو في هاد القناة شادي شكرا على الاستيماع ونتلقا في الفيديو الجاي الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة